أكدت وزيرة التجارة والصناعة ورئيس تنفيذي لجهاز تنمية المشروعات نيفين جامع أكدت على أن تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة بالقارة الإفريقية يعد من أهم أولويات عمل الحكومة المصرية جاء ذلك بمناسبة زيارة وفد يضم ممثلي أربع مؤسسات تنموية من دول الكاميرون وسنغال وكوديفور وجزر القمر لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتعرف على تجربة الجهاز في دعم المشروعات الصغيرة خاصة في مجال التمويل الإسلامي حيث قامت المؤسسات المشاركة بالاطلاع على نماذج للمشروعات الناجحة التي نفذها الجهاز بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية من خلال مشروع دعم تشغيل الشباب